إيماناً بقدرات الشباب السوري ودعم لمواهبهم أطلقت هيئة التمييز والإبداع محاضرة تعريفية بالمصابقة الجامعية لعلوم الروبورت والأنظمة الذكية للتعريف قواعد المصابقة وخلق تفاعل بين الطلبة وجامعاتهم لاستقطاب المواهب المبدعة محاضرتنا لليوم كانت بجامعة دماشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لندعي الطلاب أو المهندسين الخارجين طلاب الدراسات العليا للمشاركة بالمسابقة الجامعية للعلوم الروبورت والأنظمة الذكية هالمسابقة هذه فيها ثلاث محاور علمية أساسية طبعاً الروبورت والأنظمة الذكية والتطبيقات الصناعية فهدفه أن نرى مشاريع هندسية متميزة بهالمجالات هذه وإلى تطبيق عملي ممكن يتبنوا حداً من الصناعيين أو من جهة معينة وبصير فيه دعم له من الهيئة أو من الجهة هيلة حتى يتطبع على أرض الواقع ويساهم بحل المسائل أو المشاكل اللي عم نعاني منا بسوريا مشاريع التخرج بتشكل قفزة أساسية بالنسبة للطالب لحتى يتوج مسيرته العلمية بمشروع يتمثل أو يمثل حصيلة المعلومات اللي أخذها هيئة تميزة الإبداع مشكورة سمحت لنا أو قدمت لنا حالياً مبادرة بتفتح حيون الطلاب على أمور على مسابقات ممكن يتابعوا من خلالها واستقبلوا الطلب الموجودون من مختلف الجامعات والمعاهد عبروا عن مدى أملهم بهذه المسابقة التي تفتح أمامهم أبواب لعرض اختراعاتهم من الروبوت إلى الأجهزة الطبية وغيرها من الإبداعات خطوة كتير حلوية أنه هي التميزة الدعم هاي أول سنة لإله بهذا الشي عم تحاول أنه تحتضن هالمواهب إن شاء الله بيصير بقى في تغيير جزري بالنسبة لأنه لأنه مثل ما نقال أنه يعني لحد ألا إسه في يعني خجل بين الصناعي أو صاحب المعمل أو المنشأة والطالب الأكاديمي يعني إسه لحد ألا ما في عندنا بالبلد هالثقة المطلوبة إن شاء الله عن طريق هالمسابقة يجو الصناعيين تجي غرفة الصناعة تشوف هالأصص كلا تشوفه المشاريع اللي ممكن فعلا تطبق على هذا الواقع وما في شيء مستحيل نحن ما جايين بس نقدم نموزج نحن جايين نقدم شيء هو نقدر نحن نفزه على هذا الواقع وضعوا الابتكار يتسع للمواهب وهائة التمييز والإبداع مرافقة للطلبة السوريين خطوة بخطوة لبناء مستقبل واعد مليئ بالتطور والتمييز لطالما أبدعت المرأة السورية بكل شيء وهالمرة ببزار بكرة أحلى وبأعمال يدوية مستوحاة من جمال وعناصر الطبيعة تفاصيل أوفى من طبعها بالتقرير التالي لطالما عرفت المرأة السورية بذكائها وقوتها لتدخل مجال العمل والسوق الاقتصادية بأعمال يدوية مستوحاة من جمال وعناصر الطبيعة افتتح بازار بكرة أحلى على أرض مدينة الشباب في دمشق بهمم ثلة من السيدات العاملات شغلي عبارة كله عن هاند ميت شغل إيدي بأفكار بسيطة لندعم الاقتصاد الوطني ونفتح سوق بسيطة من منتجاتنا السورية بشاركي بازار بكرة أحلى بلديونز مدينة الشباب نحن بنشتغل بالريزينة الإيبوكسي هاند ميت بشاركي بطاف النية عملتهم بإيدي مثل تعليقات خشب ولوحات زيتية وحتى برسموا على الحجار بشاركي بازار بكرة أحلى أنا بشتغل بالأحواد الإسمنتية هي شي للإندور أو دور للهوس يعني للبيت طلعت عنا فكرة جديدة أنا وبنت خالي بنشتغل هي خريجة فنون وأنا خريجة سياحة بس إنه بفترة الحجر وهدولو القصص نحن بلشنا نعمل مشروعنا بلشنا بإصصيصات صغيرة بعدين للزرع بعدين بلشنا نطور وصار عندي طاولات صار عندي أحوات شاركت ببازار بكرة أحلى طاولتي كانت عبارة عن مستحضرات عناية بالبشرة وتجميل لنوصل لأكبر شريحة من الصبايا اللي بيحبوا بيعطينوا ببشرتون كلها المواد اللي عاملينها من زيود طبيعية ومواد كيميائية بسيطة مشاومات ضر البشرة ولا بتأزية ولنحاول من بعد عن المستحضرات اللي مستوردة من برة عن طريق صناعاتنا اليدوية الوطنية الأعمال تنوعت من الفن إلى التجميل وصولا إلى مواد غذائية من الأرض السورية هؤلاء النسوة الذين حولوا التفاصيل البسيطة إلى لوحة فنية تنمي الاقتصاد الوطني بصناعة سورية غنية بأيد عاملة مليئة بالحب والعطاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة